كمان لازم نتوقف عند الجماهير وروعت وجودهم فيه الاستاد والتشجيع الراقي والفرحة الكبيرة اللي كانت بترجى أرجاء الملعب بعالم مصر والنداء في اسم مصر الفرحة حلوة مفيش كلام ونتمنى ان شاء الله ان هي تتأكد وتدعم يوم الثلاثة الجاي يا رب بص احنا كنا اتكلمنا كلمنا الأسبوع اللي فات على النقطة دي قلنا تحديدا نقطة الجماهير وقد ايه الجماهير برضو بيلعبوا دور مهمة اوي في انعكاس سورة راقية عن مصر يعني احنا في الاول وفي الاخر دي مباراة ودي او دي بطولة نعم ولكن في الاول وفي الاخر احنا عندنا رسائل معينة عايزين نوصلها انت بتلعب باسم مصر وانت جماهير بتمثل مصر فعادنا نقول ومش احنا بس كلنا كنا بندعو انفسنا قبل ما بندعو حضراتكم كنا عايزين المشهد يبقى راقي ومحدش يروح زي ما كنا بنشوف زمان معوش تذكرة ويقف على الباب ويحاول الهي الاساليب القديمة دي اللي احنا اكيد بنرفضها دلوقتي والحمد لله ده ما حصلش يعني عايز اقول لحضراتكم بجد اللاجنة المنظمة وكل الجهات المعنية بتنظيم المباراة دي وهذا اللقاء الكبير اللي كان بينقله العالم كله فعلا اكدوا ان كان فيه التزام شديد جدا من قبل كل الناس اللي كانت حضرة فانا بقى عايزة اقول لكم اكيد انا وكريم شكرا ان احنا بنطلع يعني هذا المشهد شكرا ان احنا بنهتم بلدنا بهذا الشكل ان احنا خايفين على صورتها شكرا على التشجيع اللي كان من اول ديئة للمباراة لاخر ديئة للمباراة شكرا حتى لما كان الاداء يمكن مش الافضل احنا كنا بنشجع وفي ظاهر منتخبنا فكل دي حاجات بصراحة بتحسب وماشى دراقي جدا انا شايفة ان كده احنا يعني ماشيين في سير او في اخطوات رائعة جدا كريم ونتمنى عودة الجماهير بقى الفترة اللي جاية بشكل اساسي وبشكل رسمي في جميع المباراة دي هتبقى نقطة التحول مهمة جدا طبعا اكيد والشكر موصول لتذكرتي والمستدات والشركة المتحدة الحقيقة شغل رائع ومميز جدا وكانوا على مستوى الحدث بالمعنى الحرفي للكلمة طبعا الى جانب انتزام الجماهير نفسها بتنفيذ كل التعليمات والارشادات اللي تم وضعها من كافة الجهات المعنية وده خلانا في الاخر نشوف منظر رائع وراقي كنا بقالنا كتير جدا مفتقدين ويا حضراتي وإذن الله يعني حنقول ان اللي فترة كان بشرة خير لللي جاي ان شاء الله ونشوف المزيد من الجماهير ان شاء الله اللي تنور مدرجات الاستاذ وتهتف باسم مصر كالعادة الجمهور كان فعلا هو يعني روح الملعب